تفاقمت أزمة مياه الشرب في قضائسي الدخيل شرق الناصرية خاصة بعد جفاف نهر آل إبراهيم الذي كان يجف خلال فصل الصيف فقط فيما تعجل جفافه في هذه الأيام التي تشهد فيها مناطق العراق وجنوبه وفرة بالمياه هذا يسمون كيلو خمسة وعشرين من شطال إبراهيم والمقاطعات هاي اللي شفتوها أكو أزيد من ثلاثين مقاطع أو كل مقاطعة تحتوي على خمسة آلاف دونم وأكثر ما يقارب بالمئة والثلاثين مئة وأربعين ألف دونم هسا ميته ونعاني وهذه أهله مزارحهم وبساتينهم والله مواشي انتهت كل هاي إخوانا اللي شوفونهم هسا ينظرون شوفوا العين الطفل هذا مني طعيبت يقول لك أريد ماء مثل وماء ما موجود مني نجيب له ماء انت مثلا المكانية ما موجودة حانت تشوف وضعناه فساد مالي وسوءا في تخطيط تبطين نهر آل إبراهيم بحسب الأهالي هي السبب الرئيسي من قطاع المياه عن القضاء وهجرة أغلب فلاحي بعدما كان القضاء من مصادر التنوع الزراعي في المحافظة أجت شغلة التبطين وخصصت لها الدولة ما يقارب مئة مليار دينار عراقي الشطة الإبراهيم فقط هذا هذا راح الصرف كله إلى جيوب الفازدين أقولها بأمانة وخلي سمعني أنا ندائي موجه تحديدا للسيد وزير الموارد المائية لأنه هاي الحكومة شاء الله نعمل منها خير وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء ومن قطاع سر الحياة الماء عن أكبر أقضية ذيقار سيعقص بهجرة عكسية لمواطنيه فيما يعمل قاطني من حكومة الكاظمي بفتح ملف تبطين شطئ آل إبراهيم لما فيه سوء بالتخطيط وهدر بالمال العام لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية ناصرية หهört ناصرية اشتركوا في القناة